كما قال سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ان دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة ليصل الى نحو 8 مليارات دولار حاليا متوقعا ان تصل ارادات القناة الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار سنويا هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها 4 وفي احسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها وييجي النهاردة بعد تقريبا 7 سنين يكون دخلها السنة دي وصل ل 8 مليار دولار هل كان ممكن ان احنا نتجاوز ومنطورش القناة دي عشان تجابه التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده ومنستفدش بالرقم اللي انا بقول عليه دلوقتي واللي احنا منتصورين عندما عملت الدرسات لموضوع قناة السويس انها تستهدف الوصول الى 10 او 12 مليار دولار سنويا هل الرقم ده جنب الرقم اللي تم تطوير القناة في ساعتها يا تابر رقم كبير